لم يكن العقل المدبر لهجمات سريلانكا منفرداً في عالم التطرف فعائلته، أبوه واثنان من أخوته على الأقل كانوا في المركب ذاته زيني ورلوان وأبوهما محمد هاشم عائلة متطرفة بحسب الشرطة السريلانكية اشترك أفرادها في الفكر والتخطيط لعملية أرهبت البلاد زهران هاشم، الأكبر بين خمسة من أشقائه قاد الهجمات موزعاً منفذيها على فنادق وكنائس العاصمة كولومبو وكان مصيره إلى جانب سبعة آخرين فجروا أنفسهم أشلاء مبعثرة في فندق شانجرلا أما والده وإخوته فتمت مدهمتهم في مخبائهم قتلوا خلال العملية الأمنية ومعهم ثلاثة عشر شخصاً في مدينة كالومناي عائلة زهران دعت إلى حرب شاملة ضد من وصفتهم بغير المؤمنين خلال مقطع مصور عثر في مخبائهم بعد الاشتباكات مع قوات الأمن على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات تورط أفراد عائلة زهران هاشم والعثور عليها يعدان خيطاً جديداً في التحقيقات الجارية منذ الأحد الماضي لكنهما فتحا الأبواب بحسب السلطات السريلانكية على احتمال وجود خطر مماثل إن لم يكن أكبر من ذلك الذي شكلته الاعتداءات الأخيرة حنين الشولي العربية